بسم الله الرحمن الرحيم نتناول اليوم مشروع اسكان الهبيتانت مشروع اسكان الهبيتانت نشأ المشروع باعتباره اطروحة لصفة في جامعة ام كي جيل في عام 1961 بعنوان ووصفه بانه نظام بناء معيار ثلاث الأبعاد بعد ذلك بعامين عندما كان يبلغ من العمر 23 عاما فقط ويتدرب في استوديو لويس كان دعاه مستشار اطروحة الصفة ساندي فان جينكل لتقديم مشروعه للمعرض العالمي لعام 1967 طور صفة دي نظرياته الاصلية الى خطة رئيسية كاملة تحتوي على مراكز التسوق ومدرسة والف وحدة سكنية تم تأكيد المخطط على الرغم من صغر سن صفة دي ولكن تم تحفيظه في النهاية من قبل الحكومة الكندية الى 158 وحدة سكنية فقط كان صفة دي قد تصور المبنى في الاصل كجزء من اطروحته الجامعية لقد سافر عبر امريكا واصيب بخيبة امل من الشقق الشاهقة والامتداد غير المستدام في الظواحي الذي اعتبره العمارة الحديثة السائدة لقد استلهم جزئيا من حركة الوحشية التي حاولت اعادة اختراع العمارة الحضرية فضلا عن الحركة اليابانية بعد الحرب المعروفة باسم الايض تميزت هذه المباني التي تم تصميمها على انها انظمة عضوية حية من الخلايا الجاهزة لاحظوا ترتيب الخلايا للشقاق في مشروع الصفدي اللي موضوع على حافة النهر موقع المشروع يقع مشروع الهبتن 67 على نهر سانت لورانس في مونتوريال كيبك في كندا في السايد دو هافر شبه جزيرة من صنع الانسان اي انه بعيد عن بقية الاعمال والاحياء في مونتوريال فهو خاص وخادئ يعتبر الان معلما معماريا على الرغم من فشله في تحقيق هدف صفدي المتمثل في اعادة ابتكار مبنى سكني في البيئة الحضرية عالية الكثافة لاحظ موقع المشروع على شبه الجزيرة اللي هي سايد دو هافر وهي شبه جزيرة من صنع الانسان ولاحظ المجمع الاسكاني في الليل حيث يعبر عن ثلاث كتل من الخلايا الجاهزة اهداف المشروع كان الهدف منه بالاصل هو ان يكون حلا للاسكان عالي الجودة في البيئات الحضرية الكثيفة استكشف الصفدي امكانيات الوحدات المعيارية الجاهزة لتقليل تكاليف الاسكان والسماح بنمط اسكان جديد يمكن ان يدمج صفات منزل الضواحي في مبنى حضر شاهق تم انشاء المبنى ليكون بمثابة تحفة فنية لمعرض اكسبو 67 احد اكبر المعارض العالمية التي اقيمت في مونتريال عام 1967 بالتفكير في اهمية المشروع في نظرة الى الوراء صرح صفدي ان الهابيتينت 67 هي في الحقيقة فكرتان في واحدة احدهما يتعلق بالتجهيز المسبق والاخر يتعلق باعادة التفكير في تصميم المباني السكنية في النموذج الجديد الآن نجي الى المفهوم والفكرة التصميمية من خلال وجود هذه الصورة الامامية للمشروع والواجهة من جهة النهار الهابيتينت 67 هو انعكاس لوظيفة ودور العمارة في بيئة حضرية عالية الكثافة انتقد صفدي بشدة التطور الذي كان في ضواحي المدن الامريكية التي استحوذ عليها في القمسينات من القرن الماضي حيث احتلت المزيد والمزيد من الاراضي في المناطق المحيطة ومن هنا جاء التعديل المحسوب لمشروعه والاهتمام الذي ادى الى بنائه على الرغم من التجربة الصغيرة جدا للمهندس المعماري منذ ان تم تقطيع اقتراحه الاصل الى 22 طابقا تجاريا كما تم بناء عدد اقل من المعدات الاجتماعية وتم بناء عشر طوابق فقط للإسكان اكتشف المشروع الذي ولد من المثل الاشتراكي في الستينات حلولا جديدا للتحديات التصميم الحضري والحياة في الاماكن ذات الكثافة العالية اصبحت افكاره نظاما انشائيا رائدا يتكون من ثلاثة اجزاء اولا الاستخدام المشترك لهيكل حضري ثلاثي الابعاد وثانيا تقنيات بناء محددة والتصنيع المسبق والانتاج الضخم للوحدات النموذجية وثالثا قابلية هذه الاساليب للتكيف مع الظروف المختلفة للمكان الذي سيتم بنائه يعتمد تصميم الهابيتن سبعة وستين على الاستخدام المتعدد للعناصر المتحدة نلاحظ من مشروع الهابيتن سبعة وتسعين طبعا صمم قبل المهندس المعماري الصفدي وهو يقع على ساحل البحر في كندا كيبيك يتكون من 158 واحدة سكنية ويكون يتوفر بيئة الضوء ومنافذ الرياح ويتم الاتصال ما بين الأجزاء المشروع عن طريق ممرات لماشي مما يسهل الانتقال من السكن الانفرادي إلى المجمع العام في المجمع نلاحظ أنه الإضاءة والتهوية في محتويات المشروع متوفرة ونلاحظ الواجهات البسيطة المتألفة من نافذة أو نافذتين على الأكثر بدون رتوش وبدون زخارف ومطلع على الفيو الجميل بالساحل نلاحظ المطابخ البسيطة والتأثيث البسيط داخل هذه الوحدات مما يؤدي إلى تذكر بنظام الاشتراكية السابقة في فترة السبعينات حاول الصفدي أنه ينفذ مشروع من خلالها هذه العناصر المسمات بالصناديق أو الوحدات النمطية والتي تم تنظيمها لإنشاء 15 مكانا سكنيا بتكوينات مختلفة ليصبح المجموع 158 وحدة سكنية داخل المجمع نجي إلى تركيب المشروع يظهر الهابيتنت 67 للوهلة الأولى عشوائيا تماما تقريبا بعد دراسة متأنية تظهر الشبكة الدقيقة التي تحكم المجمع بأكمله تتبع كل وحدة هذه الشبكة مع تكديس وحدتين أو ثلاث وحدات لتشكيل مسكن فردي ثم يتم تكديس هذه المساكن وتدويرها لتتخذ كومة ضخمة من الوحدات ثم تشكل سلسلة من الممرات الدورانية للعمود الفقري للمبنى لاحظوا هذه هي التشكيل للوحدات الموجودة في الهابيتنت 67 حيث نلاحظ أن المجمع بأكمله مكون من وحدات نلاحظ اتجاه السهم من الأسفل إلى الأعلى حيث أن هذه الوحدات المستطيلة يتم تركيبها حوالي 2 ثم تدويرها لتشكل 4 ومن ثم هذه الاربعة يتم تدويرها إلى أن تشكل مجموعة كاملة من الوحدات المدورة بالكامل نلاحظ هذا اللون الأحمر وحدة تتركب عليها وحدتين ومن ثم أربعة والأربعة تتركب عليها أربعة ثانية بالاتجاه الآخر فإذن يتضح لدينا من هذا المخطط أو الصور تراكب الصناديق وتكديسها وفق نظام وتظهر الشبكة التي تحكمها نجي على بنيات المشروع تم بناء الهابتان 67 من 354 وحدة متطابقة ومجهزة بالكامل يشار إلها باسم الصناديق مكدسة في مجموعات مختلفة ومتصلة بكابلات فولاذية تتنوع الشقق من حيث الشكل والحجم حيث يتم تشكيلها من مجموعة من واحد إلى أربعة صناديق تبلغ مساحة 600 قدم مربع في تكوينات مختلفة يتم الوصول إلى كل شقة من خلال سلسلة من شوارع وجسور المشآت إلى جانب ثلاثة محاور عمودية من المصاعد للطوابق العليا يتم فصل مرافق الخدمة ومواقف السيارات عن طريق دوران المستأجر وتقع في الطابق الأرضي وتمت عملية التصنيع المسبق للصناديق التي يبلغ وزنها 90 طنا في الموقع وتم تشكيل الشكل المعماري الأساسي في قفص من الصلب المقوى بمقياس 38 في 11 قدما بمجرد اكتمال الصنع تم نقل الصندوق الخرساني إلى خط تجميع لإدخال الأنظمة الكهربائية والميكانيكية وكذلك العزل والنوافذ لإنهاء الإنتاج وبما بعد تم تركيب وحدات المطابخ والحمامات ورفعت عن طريق الرافعة كل وحدة من الوحدات إلى مكانها الأصلي ضمن التصميم نلاحظ هذه الوحدات كيفية إنشاءها ومراحلها إلى أن يتم رفعها وتثبيتها حسب المخطط المقرر له من قبل المهندس المعماري الصفدي نلاحظ هذه الرافعة التي تنقل الوحدات بأكملها التي بأبعاد 38 قدم في 17 تشكل كل وحدة بالموقع منذ ما ترفع بواسطة رافعة فهذه صورة تظهر بها تركيب الوحدات الكونكريتية مسبقة الصنع ننجي إلى مكونات المشروع كانت الوحدة النمطية مسبقة الصنع المستخدمة في هذا التصميم عبارة عن مستطيل أساسي يبلغ ارتفاع أصبع 15 قدماً في 38 قدماً في عشرة أقدام يتم التدوير العمودي بواسطة ثلاثة نوة للمصاعد موزعة بالتساوي في جميع أنحاء المجمع إن ما يساعد على خلق شعور بالمجتمع بالإضافة إلى الوصول إلى الشقق الفردية الخاصة والأماكن العامة للمجتمع هو سلسلة من طرق المشي الأفقية تسمى شوارع المشات على كل مستوى ثلاثي تسمح كفاءة الوحدات المستطيلة لها بحمل جميع الأحمال الهيكلية فهي متصلة ببعضها البعض باستخدام قضبان عالية التوتر وكابلات ولحامل مما يسمح لهيكل مستمر إزاحة الوحدة هي تقنية مستخدمة لإنشاء حدائق سقف شبه خاصة لكل وحدة تسمح الفراغات الكبيرة بين مجموعات الإسكان بمرور الضوء والهواء يتكون التصميم الأصلي للهابيتنت 67 من 22 طابقاً مع 1200 وحدة سكنية و350 غرفة فندقية ومدرستين ومنطقة تسوق في الحي بنت منها من 1200 تم بناء 158 وحدة فقط لاحظوا هذه الوحدات وطرق تشكيله وتجميع مماشي المشات بينها نلاحظ من هاتين الصورتين الصورة الأولى توضح شفل الموقع من الأعلى والصورة الثانية توضح شفل الواجهة للمشروع حيث نلاحظ أماكن المصاعد وطرق ترتيب الوحدات المسبقات الصنع في داخل المشروع ومن خلال تكتيس الصناديق الخرسانية في تكوينات هندسية مختلفة تمكن صفدي من كسر الشكل التقليدي للارتفاعات العالية المتعامدة وتحديد موقع كل صندوق على بعد خطوة من جارته المباشرة زودت هذه الطريقة المبتكرة كل شقة بحديقة على السطح وتدفق مستمر للهواء النقي وأقصى قدر من الضوء الطبيعي صفدي لم يسبق له انصمم مثل هذا المشروع فإذا المجمع السكني مكون من 12 طابقا ومشروع الهابتان 67 هو رائد في دمج نوعين من أنماط الإسكان منزل حديقة الضواحي ومبنى سكني شاهق الارتفاع نلاحظ هذه صور مختلفة الصورة اللي على اليمين هي صورة توضح الحديقة على السطح والصورة اللي على اليسار توضح الشرف والجسور التي تربط الشقق مع بعضها هي هاي الجسور تحمل مماشي المشات ما بين الشقق نجي على المخططات من خلال المخططات المبينة عندنا نلاحظ أنه رقم واحد هي منطقة المعيشة ومنطقة الثانية هي منطقة الإيت تناول الطعام ومنطقة ثلاثة هي منطقة الطبخ ومنطقة أربعة هي منطقة النوم والخمسة هي منطقة الحمامات فنلاحظ رقم اختلاف توقيع الوحدات الأفقية أو عمودية ودورانها تبقى محافظة على نفس الفضاءات المكونة لها هذه أيضا مخططات لوحدات أخرى بتدويرات أخرى عمودية وأفقية حسب موقعها بموقع المشروع ومحافظة على نفس النقاط اللي أشرنا إلها فإذا هي هاي نماذج مختلفة لنفس الوحدات نجي على التصميم الداخلي تم تصميم الشقق ضمن مشروع الهابتن 67 باعتماد نمط البساطة في التصميم والابتعاد عن التعقيد والتكلف وتم الحصول على التصميم المميز والمساحات الداخلية الواسعة المفتوحة عن طريق إزالة جميع الجدران الداخلية وتمت إضافة الزجاج إلى الجدران الخرسانية الأصيلة الأصدية لإضافة صفات الشفافية والإنعكاس كان السقف الخرساني واضح في التصميم الداخلي بينما استخدمت ألواح الباركية الخشبية في الأرضيات في حين تم تثبيت تفاصيل للفتحات والشبابيك لتحسين تدفق الهواء وتم وضع نوافذ موفرة للطاقة خلف الجدار لتتناسب مع المظهر الجانبي الأصلي وخطوط الرؤية بينما تم استخدام أبواب الفناء المنزلقة إلى حاله أما الحمامات فكانت مصنوعة من الألياف الزجاجية المصبوبة ودربزين البوليكوربونات الشفاف كما هو موضح في الصور نلاحظ هذا هو التصميم الداخلي المعبر داخل كل وحدة من الوحدات الخرسانية الصلبة حيث حافظ بالسقف على الفيرفيس الخرسانة الأصلية بينما طلية أجزاء الشقة بألوان الأبيض والألوان السماوي ووضعت الألوان الكونتراس الأبيض والأسود لتتمة التصميم أما مواد الإنهاء في الوحدات تم بناء الوحدات من الخرسانة المسلحة المصنعة في الموقع حيث تم بناء خط تجميع حقيقي في المكان الذي قام أولا بصهر الخرسانة لإنشاء الوحدة ثم تم تركيب التوصيلات الكهربائية والمطبخ والحمامات والنوافذ وبعد ذلك تم تركيب رافعة آخذ إلى موقع النهائي وتم طلاء الوحدات النمطية من الخارج بدرجات اللون البيج والرمادي وفي بعض الحاويات الممرات المشتركة تم استخدام زجاج زجاجي تم تصنيع المكونات الداخلية وتجميعها وتركيبها في كل وحدة في نفس المصنع مع حمامات أحادية الوحدة من الألياف الزجاجية المغلقة بالهلام ومطابخ مصنوعة من قبل فرينجل دير وإطارات النوافذ البلاستيكية البيون في الداخل تم استخدام الخشب في بعض الإنهاءات تلاحظ الواجهات الأمامية للوحدة